أكد رئيس البرلمان العربي عادل العسومي أن الحرب الإسرائيلية الغاشمة على قطاع غزة كشفت أهمية العمل الصحفي والإعلامي بكافة صوره وبتنوع منصاته في التصدي للرواية الإسرائيلية الزائفة وكشف الوجه الحقيقي للاحتلال الإسرائيلي وممارساته العنصرية طلب العسومي بضرورة بلورة منظومة متكاملة تحمي الدول العربية من الغزو الإعلامي الخارجي ونشر الأفكار المتطرفة التي تخدم أجندات خارجية كما أكد العسومي على الدور الحيوي والرائد للصحافة في مجتمعاتنا العربية كونها صوتا حرا معبرا تستلهم منه الحقائق وشدد على ضرورة الالتزام بضوابط الشفافية والحيات بعيدا عن الأخبار المضللة من أجل ترصيخ إعلام عربي هادف وتعزيز روح العمل العربي المشترك وحدة الهدف والمصير بين الدول والشعوب العربية لما تقوم به من دور كحائط صد للرد على المحاولات الخارجية والممنهجة والخبيثة بشق وحدة الصف العربي ترجمة نانسي قنقر